أعوذ بالله من الشيطان الروجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم على خلاف كتب البشر التي تستفتح بالاعتذار إلى القراء والاعتراف بالتقصير افتتح الله السورة بإعلان صريح أن هذا الكتاب العظيم حق كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتخين ما أرفع شأن القرآن وما أبعده عن أن تنال منه شبهات المشككين فيا أيها المؤمن انهض بقلبك وعقلك إليه ويا أيها المرتاب لن تعد شبهاتك القاع الذي أنت فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه إنه الكتاب الوحيد الذي تقرأه وأنت مطمئن تمام الاطمئنان وموقن كمال اليقين بصدق كل حرف فيه فاجعله صاحبك في ليلك ونهارك هدى للمتقين كلما اتقى العبد ربه ارتقى في مدارج الهدى والصلاح ولا يزال في مزيد هداية ما دام في مزيد من الورع والتقوى فاتق ترتقي هدى للمتقين التقوى تفتح مغاليق القلوب وتهيئها لتلقي أنوار الكتاب فتحيى بالقرآن وتستجيب لأمره فما أسعد المتقين هدى للمتقين في تخصيص الهدى بالمتقين رفع لقدرهم وتنويه بفضلهم فنالوا بتقواهم الجزاء مضاعفا اهتداء بالقرآن وثناء من الجليل الديان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ليس الفضل والمزيد في الإيمان بما تشاهده بعينيك فحسب ولكن في الإيمان بما لا تدركه حواسك مما أخبر به الوحي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ألا ترى أن المتقين قد مدحوا بإقامة الصلاة لا بمجرد أدائها إن في إقامتها معنى المحافظة عليها والوفاء بحقوقها فيا أيها المؤمن صلاتك صلتك بربك فأحسن الصلة ومما رزقناهم ينفقون لو استحضرنا فضل الله علينا وعظيم بره بنا وجميل إحسانه إلينا لكان ذلك دافعا لنا إلى البر بعباده الضعفاء والإحسان إلى المحتاجين والفقراء ومن أيقن بالخلف من الله الرزاق جادت نفسه بالبذل والعطاء فلا تبخل بما آتاك الله وأنفق ينفق عليك شيوع النفقة في المجتمع المسلم يجعل الحياة مجال تعاون وتراحم لا معترك تطاحن وتزاحم ويشعر العاجزين والضعفاء أنهم يعيشون بين قلوب ونفوس لا بين أنياب ومخالب أيها المؤمن لا يطب الله منك أن تتصدق بكل ما رزقك ومما رزقناهم ينفقون بل يدعوك إلى أن تنفق مما وهبك فلا تبخل بالإنفاق فيما حاب بمن أعطاك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لا يكون متقيا ولا مهتديا من لم يكن منقادا لكلام الله تعالى مصدقا موقنا فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان والاتباع وأحق ما تعتز به أيها المسلم هدى الله فإن الأزمان تتقلب وكذلك الأيام وهدى الله ثابت كالنجم الهادي في دياجير الظلام ما أنزل الله كتبه من السماء على رسله الكرام إلا للإيمان بها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلا للإيمان بها والعمل بأحكامها وقد نسخت جميعا بالقرآن العظيم المنزل على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فما أحرانا أن نستمسك به علما وعملا تلاوة وتدبرا لم يخلقنا الله عبثا ولن يتركنا سدى وبالآخرة هم يوقنون فمن آمن بيوم الجزاء الذي يتحقق فيه وعد الله ووعيده اطمأن قلبه واجتهد في عبادته وطلب رضاه وحينما علم المتقون الخبر الصادق عن اليوم الآخر في القرآن أيقنوا به يقينا كاملا تاما ليقينهم بأن القرآن حق أرأيت إلى هؤلاء المتقين إن يقينهم باليوم الآخر ليتجددوا بتجدد الأيام يوقنون فعل مضارع يتجدد فيزداد رسوخا في قلوبهم وتشرق آثاره في أعمالهم وليست التقوى ادعاء يدعى ولكنها إيمان وعمل صالح في السر والعلن وإحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون وكيف لا يكون كذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلب المؤمن باليقين لأنه وعد من الله ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الأعمال الصالحة ولا يبلغ الإنسان رتبث الفلاح وأولئك هم المفلحون حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح